هذا وتتواصل الحملة الوطنية للتطعيم المضاد لفيروس كورونا وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة على همية التحلي بالمسؤولية الوطنية من أجل الوطن والحفاظ على سلامة الجميع دعية الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح باعتباره حماية لكافة أفراد المجتمع من الفيروس جهود جبارة لكوادرنا الصحية في مملكة البحرين والهدف واحد القضاء على الفيروس الذي تؤكد الجهات الطبية دوما أنه لن يكون إلا بتكاتف المجتمع مع الفريق الوطني لمكافعة فيروس كورونا فما قدمت ولا تزال تقدمه مملكة البحرين أصبح نموذجا يحتذا في التعامل مع الجائحة وتدعياتها وهو ما توجه في هذه المرحلة بتوفير اللقاح الآمن والفعال ومع استمرار الحملة الوطنية للتطعيم دفايروس كورونا يستمر الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين لأخذ التطعيم المضاد للفيروس وهما شددت عليه وزارة الصحة من خلال ضرورة تلقي جرعتين من التطعيم لتحقيق الفاعلية المضمونة وفي خضم استمرار التصدي لجائحة كورونا وبالتوازي مع الحملة الوطنية للتطعيم حذرت وزارة الصحة بشكل صريح من مخاطر التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس والاستهتار بخطورته مشيرة إلى أن هذا الاستهتار يؤدي إلى بلوغ معدلات الحالات القائمة إلى مستويات أكبر مما كانت عليه في السابق وأجددت الوزارة دعوة أفراد المجتمع إلى مواصلة اتباع الإرشادات التوعوية والتحذير من أن الخطر لا يزال موجودا وبأن الحذر مطلوب في هذه المرحلة الهمة من مراحل التصدي للجائحة مبينة أن التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية سيفضي إلى زيادة الحالات المسجلة